بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف دشنا مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدل الدكتور محمد حمود قاسم فعاليات اليوم المفتوح للأطفال تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير الذي أعده زميل وضح الشليل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام دشن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدل فعاليات اليوم المفتوح للأطفال وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف قسم الحماية يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم في التدشين أشار مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدل الدكتور محمد حمود قاسم إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة التي تتزامن مع احتفالات العالم بيوم الطفل من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة للتعريف بحقوق الأطفال برنامج الحفلة الذي حضره مدير إدارة الجمعيات والاتحادات والتعاونيات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عصام وادي كان حافلا بالفقرات المتنوعة والترفيهية قدم خلالها براعم وزهرات من أطفال عدن عدد من اللوحات الاشعراضية والفنية الهادفة نالت الشحسان الحاضرين طبعا نحن سعداء اليوم نشارك بمناسبة التزامن مع اليوم العالمي الطفل ويضا اليوم الحر للأطفال الذي يدخل من ضمن اهتمامات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن وهذه الاهتمام والرعاية طبعا الذي يقدمها المكتب تدل على الكثير من الدلائل ومن ضمنها الرعاية التي استحقها الطفل في هذا المقال منسقة مشاريع الحماية في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والمشرفة على هذا المشروع أم الخير عبد الله صالح أوضحت إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن مشروع المساحات الآمنة للأطفال في مديرية محافظة عدن الذي يتبناها مكتب الشؤون الاجتماعية وبدأ العمل بها منذ ستة أشهر وأن هذا اليوم المفتوح هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة مجتمعية لممثل المؤسسات والجمعية المهتمة في مجال الأطفال نحن شاركها بيوم مفتوح مساحة العائدين يعلمون نحن اللاعب قدمنا مسألة 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 أضل انتهت الثلاثة الأشهر الأولى والآن بيت قدد معنا ثلاثة أشهر قادمة إلى شهر واحد إن شاء الله مع المساحات حيث استفاد الأطفال من هذه المساحات كثير غيرت سلوكيتهم ومفاهيمهم وأخلاقيتهم وهدمت فيهم وعملنا التعليم غير منتظم داخل القمعيات توفير مساحات أمنة للأطفال والعمل على تدريبهم وتأهلهم نفسيا واجتماعيا هو ما يهدف إليها المشروع الذي يسعى أيضا إلى رفع القدرات والمهارة الحياتية للأطفال في مختلف المجالات وذلك لضمان حماية حقوقهم وحمايتهم من المؤثرات السلبية التي نتجت عنها ظروف الحرب لقناة عدن الفضائية وضح شليلي محافظة عدن